أمير ملزمون بمدرسة معينة يعني مثلا مدرسة الشيخ محمد عبدالوهاب هي التي سنتفسر هذا القرآن وهذه الأحديث طويل عمر إحنا ما تمالزمنا نفسنا بمدرسة معينة أو بعالم معين معنات أن لهنا البشر الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع الله سبحانه وتعالى بين وبين الناس حجاب أنزل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الأرض والاجتهاد مفتوح للأبد والشيخ محمد الوهاب لو خرج من قبرة ووجدنا نلتزم بنصوصة ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلها أو نضخمها لأول من عارض هذا الشيخ فلا يوجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت القرآن الاجتهاد مستمر فيه والسنة الله سبحانه وتعالى الاجتهاد مستمر فيها وكل فتاوى